موسيقى مساء الخير أحييكم وأرحب بكم أنا كريم حضري في حلقة جديدة من بوليميك على القناة الفضائية شادا تيفي المغرب الدولة الفلاحية الدولة المنتجة لثروات طبيعية مهمة في الفلاحة والزراعة والدولة التي أصبحت اليوم تستورد مواردها الغذائية أو جزء منها على الأقل من الخارج المغرب البلد المنتج للأغنام والأبقار والإبل أيضا أصبح بلدا مستوردا للحوم الحمراء وحتى البيضاء لماذا نتساءل هذا المساء؟ ما الذي جعل المغرب الذي ظل صامدا قويا ومتوازنا في أمنه الداخلي على مستوى الأمن الغدائي على امتداد عقود من الزمن في المجال الفلاحي والزراعي يصل اليوم إلى درجة الاستيراد من الخارج لتأمين جزء من احتياجاته الداخلية من اللحوم الحمراء خصوصا وهل القرار الأخير للحكومة المغربية بفتح المجال للاستيراد ورفع الضريبة والجبايات والجمارك عن هذه المواد الحيوية والأساسية من البروتينات الحمراء هو قرار إيجابي إلى أي حد يخدم الصالح العام والقدرة الشرائية وأيضا تغطية الخصاص في السوق المغربية من اللحوم الحمراء المغرب رسميا اليوم يستورد الحيوانات الأليفة من أغنام وأبقار لتغطية الخصاص في السوق الداخلية بل أكثر من ذلك نفتح اليوم الباب والمجال لاستيراد اللحوم المجمدة يرى فيها البعض حلا مؤقتا في حين يرى فيها البعض الآخر أنها خدمة فقط لبعض المستثمرين في القطاع وللمستفيدين منه في الصناعات الغذائية بشكل أساس نطرح معكم النقاش هذا المساء حول استيراد اللحوم الحمراء في المغرب لماذا وإلى متى نتساءل هذا المساء على شادة فيه مساء الخير مشاهدين أحييكم ورحب بكم إذن في هذه الحلقة الخاصة التي نناقش فيها موضوع يهمنا جميعا على مساوى الاستهلاك واللحوم الحمراء خصوصا بما تحضى به من أهمية وأولوية في الشارع المغربي وداخل كل بيت وأسرة اليوم ورحب بضيوفي هذا المساء لمناقشة هذا الموضوع سي أحمد بيود على يميني رئيس المؤسس لجمعية مع المستهلكين مرحبا بك معنا سي بيود وحاليا مستشار في حماية المستهلك مرحبا في جمعية المركز مركز حماية المستهلكين مرحبا بيكسي بيود معنا ضيفنا هذا المساء ورحب أيضا بضيفنا اليوم سي عبد الحق بوتيشي رئيس الجمعية الوطنية لتقنية تربية المواشي مرحبا بك هذا الوسائل وشكرا على الاستضافة مرحبا بيكسا يلتحق بنا بعد قليل أيضا عن بعد في هذه الحلقة كل من بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الاقتصادية الاجتماعية محمد جدري ليتعليق على هذا الموضوع قبل ذلك دعونا نتوقف مع هذا المقتطف من تصريح سابق لناطق رسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس يتحدث فيه عن قرار الحكومة الحالية فتح الباب أمام التصدير وكذلك توفير ما يلزم السوق المغربية من اللحوم الحموى مصطفى بيتاس الهدف من هذه الإجراءات هذه وغيرها من الإجراءات الأخرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي هو أنه هذا اللحوم الحمرة اللي بقت هو أنه نتحكم في التضخم ديالها ولكن في نفس الوقت نحافظه ونبني القاطع ديالنا من جديد يجب أن نعرف بأن المجال ديالتربية المواشي هو أكثر القطاعات تشغيلاً في العالم القاروي فهناك نفهمه مني كنحللوا هذه المنظومة تنفهمه حتى لاش تراجع الشغل في العالم القاروي لأنه القطاع تقلص لأنه الإمكانيات اللي كانت عند الفلاحة في سنوات ماطرة أنهم يكسبوا واحد العدد معين هذا كل هذه أمور تراجعت لكن الدعم لخصة الحكومة في السنوات الماضية من يعملنا الدخل من يعملنا الدعم المرتبط بالمدخلات بالبذور بالأسمية الأسعار للخضر استقرات الأسعار لكن في المواشي ما عندك مدير خصوك تستورد لأن هذه كائنة حية خصوك تستوردها ثم عاود منين تستوردها يجب أن يتم الاستيراد ويفق واحد لمنظومة موازية ومواكبة دعم للأعلاف اللي هي متوفرة باش يقدروا الفلاحة أنهم يحافظوا على هاد الكسيبة ديالهم في هذه الظروب كان هذا مصطفى بيتاس ناتق رسمي باسم الحكومة متحدثا في تصريح الحكومي سابق عقب المجلس الحكومي للإشارة فريق البرنامج اتصل وبإلحاح وأكثر من مرة مع الحكومة ورئاسة الحكومة من أجل إفاد ممثل عن الحكومة المغربية لهذا البرنامج تعذر ذلك توصلنا أيضا مع وزارة الفلاحة وتعذر أن يكون معنا ممثل منهم وأيضا فتحنا قانوات التواصل مع المكتب الوطني للسلامة الصحية أونسا ولكن لم نتوفق في أن يكون معنا ممثل عنهم ولا عن الأغلبية الحكومية في هذا المبنامج أتمنى أن يتسع صدر الحكومة والأغلبية الحكومية في القادم من المناسبات والحلقات لتفاعل والتواصل حول المواضيع التي تهم الشأن العام المغربي دعنا نبدأ معك بوتيشي ما هو واقع؟ أطبع معك السؤال اليوم في البرنامج المغرب الدولة الفلاحية يستورد اللحوم الحمراء لماذا؟ وعطفا على مصر رحبه السيد نضغطيق بسمه الحكومة وهو تشخص اللعطاء كنت نتمنى أنه يعزي دنا يقول نشحال الاستغلاليات الفلاحية اللي غلقات الأبواب ديالها وعدد القاطع ديال الأبقار وعدد القاطع ديال الأغنام لأنه باش يمكننا نضبط شنو كاين وشنو وقع وشنو غادي وقع لكنا بغينا البناء القاطع ديالنا خس يكون عدنا إحصائيات وفي غياب إحصائيات رسمية ديال القاطع الوطني فكي تعرض لنا باش نعرف لها سيتيوية الوضعية الحالية ديال القاطع هذا استيراد اللحم الحمراء هي كما تقول آخر العلاج هو الكي إحنا وصلنا للمرحلة ديال الكي اللي هي استيراد لللحم لمجبارين على استيراد ها لأنه كما قلت وما يبقوش نتخبو في الجفاف وما نتخبوش في الآلاف فالستراتيجية اللي هي غادية بها لا مخطط مغرب الأخضر ولا مخطط الجيل الأخضر معطلش النتائج المتوخت وبالدليل إحنا ولينا نستورد يعني وليك في أن نستورد هناك إعفاء من الرسوم وكان هناك يعني الدعم بالنسبة للقاطع ودعم الأبقار على الحالوب ودعم في الأعلاف ودعم يعني ديما واللي نفي حلول اللي هي لتدبير أزامات على الو الكوية خصنا نخدم على استراتيجية اللي غتكون طويلة المدى استراتيجية يعني متوسط المدى وطويلة المدى باش يمكن لنا نوصل الواحد الهدف دينا هو كيمة فضل السيد وزير الفلاح الجديد وكذلك الحكومة بإعادة بناء القاطع وإعادة بناء القاطع خصو هذه المشكلة عنا اليوم القاطع دي المغرب وإنتاجيتنا من الحيوانات الموجهة لاستهلاك تم استنزافه هو الخاطر في الأمر هو المخزون الاستراتيجي القاطع الوطني واتم الاستنزاف دي روحنا وصند نقطة دي الاستنزاف المخزون الاستراتيجي من القاطع الموجه لاستهلاك خصوصا في اللحوم الحمراء معك سي بوتيشي بعد لحظات أخذ تعليق سي بيود أولا على رأيكم أنتوما كناشطين في المجال الجمع والمدني لحماية المستهلك الأسعام مرتفعة اليوم اللحوم الحمراء وصلت 120 130 140 بحسب المناطق بحسب الأحياء بحسب جودة اللحوم أيضا وشفنا هذه الإجراءات التي جاءت أخيرة من قبل الحكومة سواء استيراد الحيوانات حية أو اللحوم مجمدة يقول كثير من الخبراء وحتى المهنيون أنها مأترادش على الأسعار ما تزال مرتفعة شنو رأيكم رأيي هو إلا شدنا واحد الدار ومننا فوق الرملاء مقدش توقف ولكن إلا حثرنا والحقنا للحجار ودرنا ركايز ودرنا مخصويد دار الدقة تقنية الدار توقف أنا كان رابط هذه المشاكل القطاعات الفلاح كان جميع مشاكل القطاعات الأخرى بقادية أساسية هو أننا السوق دينا سوق غير منظمة وبالتالي غير مراقبة فتصور معي على أنه يمكن تشيري حولي أو لا بقرة فيما أبغيتي أرأتي لما هكي الفلوس ويالله معي نشيري لك عشرين حولي في عشرين منطقة مختلفة في المغريض بيدوني مراقبة بلا حساب بلا فكتورة لا تدبحت أنا ما تدبحتش حتى الإحصائيات اللي غادي نتكاو عليها باش نقولوا رخصنا كادا من الغلمي وكادا من البقري وكادا من الجمل وكادا من العنزي أنا غير هي براسة خطأة هي براسة ما نتكيش هذا شيء ويش واقعية من الموسى لأن الحولي كيتباع فين ممكن كيتدبح فين ممكن وبأي طريقة كانت أنا مش يدد قليد ولا عندك سبوع تدبع حولي أنا مش يدد هذا شيء مش يدد شيء اللي بغي نقول شونو بغي نقول اللي بغي نقول هو الحولي ولا اللي بقراعة ولا لا جيل ولا ما يدبحش في أين كان بمعنى كيفاش ما يدبحش في أين كان أعطى الله أعطى الله المجازير يعني بقيتزاق غيف المجازير وخصنا مجازير وهذا مسؤولية ديالمن ولا مشكلة ديالمن ديال الدولة لا ديالي نعني ديال الدولة الدولة ما نخططاش ما حطاش الأسس الصحية لأن لا يعقل على أنه حنا دواءنا تقريبا من 60 عام لإستيقلال يالله نسبعة وثنية المجازير مؤتمدة خلينا أخذ تعليق بوشيشي على هذه النقطة تحديدا تقنين ديال البيع والترويج ديال القاطع بشكل عام وعملية الدبح دياله إلى أي حد تأثر على المرضودية ديال السوق بشكل عام نحن 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 تكلم على كيفية إنقاذ المخزول أو إعادة بناء القرطع نحن نفهم بعد لماذا نقرد هذا نرقعه نحن 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 في المجازير هو السبب لأن نقرد العجل السبب الرئيسي هو إننا دبيحة دينا مانضماش لينا نحن نحن ندمو السوق ندمو السوق ندمو السوق نحن يعني الحوار يكون المسؤول المتفرج والمشاهد لهذه الحلقة خرج بواحد المعلومات التي هي مفيدة نحن لدينا طلعنا العدد ديال الأغنام وتخلقات جمعية وطنية مثلا في التربية المربين أغنام والمعيز وبدينا خدامين عبر تجمعات مؤترين من طرف تقنيين حلنا معهد تكوين المهاني الفلاحي خرجنا تقنيين وتقنيين متخصصين وعمل مؤهلين هذي كل شيء باش نطوروا تقنيات ديالنا ونواقبوا التقنيات الحديثة ديال باش نوصلوا لواحد النتائج اللي هي تكون تقنيات أنا جاي أنا جاي غي باش نوضحوا الأمور بعدما عندناش غي سبعات ديال المجازير اللي هي اللي هي أنا مش هنا باش ندافع على الونصة ولا كلمة تلونصة ولكن عندنا كتر مسبعات ديال المجازير ومحطات محطات ديال بيكوب ديال اللحوم بعض مدابع ما عندناش ماجازير مانتاش مدابع ما عندناش مجازي كين مجازير حضار ياسيبيون لكن في الحاضرة لم يكن المجزارة كانت مدبعها ماذا ستقول لي أنه في الحد السوال لم يكن المجزارة؟ لا أخبر لك هذا المحاضر يقدر ميضا هذا الحد السوال لم يكن مدابع في الأسواق الأسبوعية كانت مدابع وفي المدول كانت مجزار ليه معتمادة باش نتكلمه باش نفهم هذه النقطة من وجهة نظر جمعية حماية المسهلة وش المقصود بأنه اليوم كانت تواطئات كانت مضاربات في سوق سوداء في سوق غير مقننة وشنو مقصود ديك وشنو الهدف اليوم لما كتقول بأنه وعدنا مشكل في عملية البيع دي القاطع ودي الأغنام والعملية دي الدبح دياله فيها أنا يقدر يقول لك شي واحد أنا حر عندي موارد مالية بغيت نستثمر من حقي نشري ندبح ونبيع فين كاي المشكل؟ الحرية مسألة نسبية أنت إنسان حر؟ طالما ما ما كتقسنيش فين كاي المشكل؟ كايين كايين اللي إنه أنا عايي قوله ليت المشكل الأساس ما هو؟ كانت عندنا جوج الناس مختلفين كان عندنا دو كل مربين لما هو شيء الكبار اللي لديه رؤوس أغنى بالألف وكانت عندنا كذلك بطريقة موازية معها هادك التربية تربية المعيشية هناك تلقى خمسين، هناك تلقى ثلاثين، هناك تلقى أشرة، هناك تلقى خمسناش هادي كنت جمعات وتقدات وتسوق ومشات في الطريق الصحيح وتبعت بطريقة صحيحة وعرفنا ها في منين جاية وفين غدا والفناليان را كنا ندروها أنا اقترحت لعمل يداز هاد العيد الكبير اللي يداز في عدة بلاطويات واش ضروري هاد العام دبحوا الحولي؟ العيد؟ واش مديره؟ واش مديره؟ أنا متوقع معاك مشيف الفيكة بك متوقع معاك في هاد النقاش أنه أنا مشيوليه اوكي، غيري نغجرني لنقطة تانية ديال العيد، ديال تدبير اشي حاجة، أنا أسألك على نقطة محددة انت ذكرتها كتو أنه اليوم من مشاكل ارتفاع وغلاء الأسعار في السوق المغربية وندرة اللحوم الحمراء هو فتح باب ولا فتح السوق أمام أي واحد جا واندوما وفي دمالية كيف ما ذكرتيا الله نشيرو العشبين حاولي ودبحو فيما بغيتي علاش هاد الشي فرائيك فيه مشكل؟ ولا شنو المشكل لكي خلق لنا هاد الشيء؟ بمعنى، شرح لنا؟ ما كينش قانون يال المجازير ما كينش المجازير أنت، أنا خود مثلا أنا تكم واحدة رؤية موازية ما تجلش إلا مشيتي لدولة في الشرق ما تدقاش الدجاجة كتثرة في الصرحية قيناش، والقانون 149-1990 القانون 149-1990 دينا تاه هو كي يقول لك من المجازير المجازير المساليك ومع ذلك يعني شنو شكي خلق موضربات ومع تكا خلق موضربات والفوضى وعدم ضبط الأرقان وهذا هو المهم إلا أنه لا بقي نغيب هالطريقة هذين أو كون سيبوتشي شببونا نغيب سنين مازال نعيشه مصر المشكلة هو أخصر فرق ما بين الرياشات ديال الجاج وما بين قطاع اللحم الحمراء قطاع ديال الرياشات ديال الجاج كل حاجة بوحدة كل حاجة بوحدة كل حاجة بوحدة كين الرياشات كنشوف ديال الطريقة اللي كيتدبح في الجاج كينفها القانون وكينفها أمور اللي كنشتغل عليها الدولة وكين الفيدرالية اللي بيين مهاني اللي قطاع الدواجين كتشتغل على هذ الأمور ولكن في التقاليد ديال نحنا يا ما يبقاش واحد يمغي يشي شريد جاج مدبوحة كيبغيت ديال ما يشوف قدامه كتدبح هدا أمر وشكال القول حوالك يتباعوا في الرياشات بحالك بطريقة كتفي على الجزارات كي يدبح عليك عن جايدين وكي تكلب علينا الدبوحة غيب مقننة ولا السوق غيب مهلكان سوق موازية سوق موازية أنا مشيت نشري حولي ودبحتوه عندي في داري هذه كنت حب المسؤوليتي أنا ولكن ما كنت لقاش لك الزركي بإلا فيوند قلوندستين ولا اللحوم غير مراقبة أهو يودي شوف دبيحة السيرية أجيل دربدة أجيل دربدة شوف دبيحة السيرية كيلا أجيل دربدة واكينا استثناءات استثناءات غتكون يعني دبا اللحوم غير مراقبة لا شوف الله يرضع لك هذا ما يشي شي لا لا ما تقولني شي ما قلتش كان يقول ليك شنو كذلك قال ليك كل شي كيبال لحب السيرية أنا ما قلش كل شي كيلا لحب السيرية كينا دبيحة السيرية كينا دبيحة السيرية كينا في دربدة كينا في فاس كينا مختلف ودن مغربة هذا الشيء لا يخفأ على أحد كينا أجيلة ما مخبئة كينا اللحوم غير مراقبة ماشي استثناءات ماشي استثناءات ماشي استثناءات هذي استثناءات اللحيفة ينصي بيوت هي السبب دي لتراجع القطيع الوطنية أكثر أن تنزفات القطيع هو فعاد الأصعار الله يرضي عليكم لكي نستثناءات السيرية بها الطريقة هيكون الأصعار ليكو الخفاضة بلا مغلا يمشو بالطرح هذا التي يقول الأستاذ المغريد ما بغيشي 80 قص ما بغيشي القص المغريد هذي الثمان واخي كل حميلة وحفز وكيمية عليكي حدد الثمان وانتك أدري مني هو العرض والطالب؟ أبداً هذه الاقتصاد الرئيس المالي كانوا يعطيها لنا باش يبلعو لنا بعض الأرقام أنا أعطيك مثل يا ملايين الأطنان دلقواها ملايين الأطنان ديال كاكاوتلحت في البحر الزراعة تلاح في البحر باش ما ينزلش تماهد وما هاد تخريفة ديال العرض والطالب أخطو أنه اللحم الحراري يمتاف عن تمن المهمين على القطاع المنتجين ديال طبعاً اللي كي مرد بي اللي كيستورة اللي كيستفد لا شوف ما هدين قرص سكوليزي لا شوف لا شوف لا شوف لا شوف لا أعطيك لا أعطيك هو باش نوضحو باش نوضحو القضي لا بالنسبة لإستيارات اللحوم ولا إستيارات الأغنام يالله ولا هادي عامين تقريبا ما كيناش طرعا كان هدي بعد ثلاثة واربعين أنا أضر لك دابا يعني را كان حبس المغرب استيارات الأغنام ويكون عندنا الكتفاء داتهم الأغنام لكيسور عشنو وصلنا أنا نمشي والاستيارات سيبني الفيوط اللي وصلنا أنه يكون عندنا ندراه أنا ما شي سبب أنا لا ليس بسبب ليس بسبب اللي كين من الأسباب هو الدبيح ديال الأنت دبيح ديال النعجة دبيح ديال الخروف عدم الالتفاة المرب بينو كتغار كسبة كين أسباب حقيقة ديال الجفاف وشح المراعي كين أسباب يعني أنه مشينا في هدى العامين دعمنا دعمنا مو الشكارة ودعمنا يعني المستورد مشينا دا بعد احنا هاتشي حقيقة ولكن ممكن نقوله بأن ديك دبيح اللي جاشر عجي دبح رأيي السبب لا ما شي هي هاتك السبب كين أمور لا يرضي عليكم من بين أسباب قلتي لا يرضي عليكم وانا أنا شوف أنا بالأمور أنا كنسب عليك السبيوض وفهمتك شنو ما تتوصل حتى كون أمور الأسباب كنت رفضها شوف آذي كنرفضها لأنه غير سبب كافي وغير مقنع ما غير يقنعنيش به لأنه يلا بشي من الأسواق كيفاش ممكن تقنعوا اللي أمسير يلا أنه اليوم هو جزء من رأي العام كي الناس كي يشوفون اليوم وبا ما عنده من نفس الموقف ولا رأي اللي عند كريم ما غادشي نكر سيلبوتشي على أن سوق اللحم الحمراء راه من الضم الدليل على هذا هو أنه كانت على رأسه وبقى الآن في داراليا كداشنا هي الفيديار الفيديار المغربية اللحم الحمراء فين أش دارت شحال كالت ديال الفلوس هاد الفيديار هرا هنا في نويت نوصلكم أنا أنا عيوا دمان نعطيه الدعم لهذا ونقوله نجيب 5000 الحوال ونعطيه 500 درم في الحول والدير أعطيه كل شي ترقعها خسنا نوقفو وقفان وركم للرد نوقفو ونحبسو نحن ديرو واحد جرد حقيقي ديال أشنو لنا من تم وهذا ما أكتوه أنا من خريك الكلمة في الأول هو أنه يجيب واش نعطيه واحد يعني القاطع ديالنا نعرفو القاطع ديالنا شنو هو نعرفوش حل عندنا ديال النهاج ما كنجو العملي ما كنجو إحصائيات من الموزة ما كنجو ما كنجو الترقيم ديال الأغنام غير ديال العضاحة ديال العيد ولك بالنسبة للخرفال هذا الرقم ما كنت تكلمش ما كنجو الرقمه بورلات رصابيلي ديال خواكي تسيبوت شيشي سؤال بسيط جدا لليوم عن الشارع وعند أي مستهلك وعند المواطن المغربي كيفاش هاد اللحم الحمراء اللي كانت إلى أهدين قريب جدا كتراوح الكيلو راما بين 60 درهم وتمانين درهم حسب المدن والمناطق اليوم وصلات 120 و150 درهم بغينا نفهمه أنا غا نقول لك لاش أنا غا نشرح لك حنا ده بركزنا في خلال الحوار ردينا على الأغنام ولكن من سينا الأبقار راح نخصا نعرفه بأنه منجا مخطط مغرب مكيشفوش بيناتهم منجا منجا لبعش ندير واحد تشخيص راح ما يمكن شاسي بيو يمكن نرقاو حولول ونعرفو شنو هي الوصفة اللي غا يمكننا نعيدو بهالبناء ديال القيطاع إلا ما عرفناش بدرنا واحد تشخيص دقيق للقطاع وشنوصلنا لهذه الأزمة هذي كل شيء يقر كل شيء يقر بأن هناك أزمة وكل شيء يعترف بأن هناك وصلنا واحد المرحلة اللي هي يعني حارجة بأننا وصلنا غا نستوردو اللحم المجمدة واللحم يعني الطارية من الخارج هذي أمور اللي كل شيء بتافق عليها ولكن الأسباب باشو الصدال هاتشي خصنا نشخصوها خصنا نقولوا بأنه كانت هناك أخطاء ما نبنيو شغال الجافاف ما نبنيو شاي غالاء الأعلاف ولكن من رجعو الأسباب الدقيقة بالنسبة للانوك لانوك حنا كنشوفوا بأنه كين واحد دعم على الحفاظ على السلالات ما كينش دعم على الإنتاج عند المون خارطة اللي متكينين للموربي اللي مجتمعين في القروج ديكروب أنا نوجع للحلول وهذه الإجابات اللي كنت تعمل اليوم توضح إلى ممكن باختصار سبيل بزربها أنا كان عقل شخصيا لهذا إزمة هذي اسمق لها وقعت لنا وسبق لنا استوردنا لحم من الأرجنتين ولا من شيء بضعصر من أمريكا قبل قاع من تمانينات قبل من تمانينات قبل في السبعينات ولا في ستين تقول في الأخر دير سبعينات 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 سعود لا 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 قبل أنا بقي صغير ديكسام ما دبر أنا شيء بين هذي ثمانينات وعشنا هذي الحالة هذي دابا سؤال آخر اللي كنت اللي تقنيكي في المجال هذك أداروش أشدر الله بيه في نمشاه ما زال موجود كي اللي مقرد أداروش وفينا هو الدور ديالو اللي كان خدمه ليه اللي كان كي وزن وجود الحمسوق هلاش موقعش كي يوزن به هلاش ترى هذي هوا الأسئلة هذي أخصار تطرح هذي الأسئلة اللي أخصار تلقى الإجابة ديالها هذي هي أمثلة هذي أمثلة ديال آداروش خصنا كتلو لأن آداروش بوحد أخلنا واحد لعداد ديال السكان وداباولينا عدد أخر ديال السكان يعني خصنا نميو تجريبة ديال آداروش نعم مواخد زاف دماناتيق ما يمكنش لك تنمي ديك تجريبة في قاعد ما داخل آداروش كان أداروش ديالو روش آداروش الكيلوميترات المربعة واخر هذي أمثلة نعددهم من المكان ديالوش دولة وسياسة العمومية في المجال باش أنه نأمنوا نفعوا الأمن الغدائي وتغفر ديال لحوم الحمار مشون من دينة الأقادية لتحقبين سيبوزار خباطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المسهلك عبر الهاتف سي خباطي مساء الخير محبابيك معنا على شهداتي في خير سيدي تحياء لدوفك محبابيك سي بوزار خباطي سؤال بسيط جدا شنو الأسباب اللي خلتنا اليوم الأسعار دياللحوم الحمار السوق المغربية توصل الضعف ومن 60 70 80 درهم توصل حتى ال 140 و150 درهم وأننا نفتحه باب الاستيراد لتوفير وضمان طلب الداخلي شنو السبب الأسباب عديدة وغالبا المؤسسات الحكومة والمسؤولين أتين سبوها الجفاف الجفاف له نسبة مئوية في الأزمة التي نعيشها حليب في الحليب ومنسوش كذلك في اللحوم وكذلك في الحليب لأن هناك نقص حاد في القطيع الحيوانات الأبقار الحلوب وكذلك القطيع للأنتاج اللحوم ما فيه الأغنام وما فيه الأبقار والمعيس فالطبع لأن الجفاف موجود له تأثير ولكن التأثير الأساسي حسب المنظور دي العبد الرب وهو هو مشي تحسين النسل ولكن التوالد فالطبع تقريبا كان تحسين النسل من بعد القرارات الحكومية حيو الفلاح القارص بأن لا عدو عجل تضرب به بالكل بالمعنى دي الفلاحة التي تقام على لغة لي وبالتالي كلهم يلقوا بأن العملية للقرارات الاصطناعية مفيدة وتدير تحسين النسل إلا منذ من هذا القطع دي النسل هو الأساس بحل الزريعة دي للفلاحة لأن تعطال الأيدي دي الخواص دي المجموعة ووقع العبت العبت شنو العبت اللي وقع في القطع الخاص العبت لماذا لأن باش يداد عدنا عجل ولا عجلة خصنا الأقل من ثلاثة دي أقل من ثلاثة دي التلقيحات نحن في المغرب حاليا ومنذ عدة ثنوات عدنا بين 6 و 8 أي المغرب تتولد مرة في العام ولا تتولد مرة الخمس سنين لا تطلق حتم سيان ثانيا بأن ما بقاش المتابعة ولا بأن الأبقار الحلوب باش بأن مع الدعم دي العجلة الناس يضعيط على الملقش تقول أنا أريد عجل وتقدر العجل دي الحم ماشي العجل دي الحليم ماشي الدروبة دي الحليم اللي جعلنا بأن القاطع دي ما بقاش تولد بطريقة جيدة ونقف العدد دي دي العجل والعجل هذا زائد على أن تربية المواشي أصبحت قطاع غير مربح لماذا؟ بأن أنا أعدي ضيعة دي فيها الحليم ونقف الحم وجاري دير الشجار دي اللابوكا مثلا على سبيل بكر أو الفواكه الحمراء وتصدرها بالراء تربح وما عدش الخدمة بالسف وتربح أكثر من أنا لي مع الأسف الأفعار دي الحليم تحدد هالشركات لي تدير تحويل وليس بالله رغم أن الأفعار الحليم حرة كذلك بأن الأفعار دي اللحوم دولة وللحكومة على الأقل قررت أنها تنفاتح على واحد من الحلول ديال الاستيراد من أجل أنه تحكموا في الأسعار نخفضوها وتكون عندنا وفراد اللي منتوش إلى أي حد هذا القرار كان عنده تأتي على السوق هذا القرار افتح الباب بس يتم الاستيراد ديال 150 ألف رأس ديال الأبقار و700 ألف رأس ديال الأغنام و20 ألف ديال المعيز و15 ألف ديال الإيمال فبالطبع بأنه كذلك بأن افتح الباب باش يتم الاستيراد ديال 40 ألف طون ديال اللحوم الحمراء ما فيها المجمدة وما فيها الطريقة لدرنا معدل للإنتاج العجل 200 كيلو الخروف 16 كيلو المعيز 14 كيلو الجمال كذلك الإيمال 200 كيلو تلقوا بأن هذه المجموعة هذه الحيوان التي تخلوها هذه السنة سيعطينا 44 ألف 480 طون ديال اللحم فبالطبع بأن لازلنا عليها 40 ألف طون ديال اللحم المجمد والطريق تلقوا بأن تولي لدينا 84 ألف 480 طون ديال الحمل اللي قد دخلت طب ما هي الاحتياجات ديالنا نحن نعرف بأن لحساب الأسربي المندوبية السامية ديال 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 بأن عدنا المعدل ديال استهلاك ديال العائلة 56 كيلو في السنة لكل عائلة وعدنا 14 المليون عائلة وبالتالي الاحتياجات ديال اللي خصنا 784 ألف طون ديال اللحم خالنا سي بيود عنده تعليق سي بوزة خراطي ناخد تعليق سي بيود ونرجع عندك خليك معنا سي بيود نكمل بذلك بيود رامن صوح هو تياد لأن بأن قل جيدي سي بيود ونسكت تلقوا بأن هذا 11% 11% ديال تأثير 1% ديال الحملة قد دخل باش 11% وش غادي كون لها تأثير في السوق المغربي لا بطبع لأن نتمنع الله بأن الحكومة دارك المعضلة وتفتح الباب للافتراض على الأقل لو صدنا بين 15 20% عادة بش غادي كون تأثير إيجابي اللي غادي يحبط لنا للحم 75 80 قد رحم الكيلو يعني ممكن يقول تعليقك تعليق تعليق ديالي أنا هو لقد هي رسيطة العدد 810 ألف طلب أنا كيف استهلك ديال العام كله ديالنا لا قل من هاتش خلال خلال وفي اللحم جوج لا 56 لحم الحمراء 56 كيلو على حساب الله شربي لا 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 يوجد الجاج لا يوجد الحمد أنا أعطيه لي شيء في الاستهلاك في السنة في المغرب في اللحوم الحمراء هو 56 كيلو هذا الرقم لأستهلاك للعائلة أنا أعطيك الاستعمال المجمال 17 كيلو 400 كرام للراس وتأوى هذا الرقم هذا رأى ماشي ديال والبيوت هذا الرقم هذا رأى ماشي ديال والبيوت هذا رقم ذا ديال أصيب باحتوى ديال من دوبية السمية التخطيط شوق هادا كدير راف لكل شخص ضربوه في خمسة بأن العائلة فيها خمسة الناس غد تخرجوا ماذا نضربوه في خمسة نضربوه 36 مليون وستمياء دكتور بو عزة نعم معاك عبدالحق بورشي شي في صريح ديالك نتمنى لا تكون بعدها بخير وتمنى لا تكون معنا في البرنامج سيد أبو عزة الخراطي كيبقى أستاذ ديالنا وستفدنا معه الكثير ولو فضله الكبير علينا سيد أبو عزة غيبوا بيقولتي سيد تلتمنيات ديال تلقي حادي عد باش كتشد البقرة وقلتي البقرة كتبقى خمس سنين وقلتي البقرة كتبقى خمس سنين عد باش كتولد واش عندك شي إحصائيات رسمية في هاد الباب هذا هاد أحصائيات رسمية ولا بغيتين تسايفتهم لك ونسلهم لك لا شكولي قاب هاد الإحصائيات هاد الإحصائيات هادو هاد الإحصائيات ديالتا حسب تقارير ستصل الوزارة الفلاحة لمع الأسف لمع الأسف بأن تتعرفت بحال يبحلك بأن كانوا دو الصندوق ذاتي منه سنواتي بسيال دا ببقى واحد وراك تتعرف الفوضى اللي نيضة احنا الفوضى كان عرفوه ولكن هاد الإحصائيات خصت نشوفوا المصدر دياله باش كتكون باش كبالشاهد باش كبالشاهد باش كبالشاهد أسيبو عزة هي واحد المسألة اللي جازيك بخير احنا كان عرفوه الفوضى اللي كان في تلقي حرص طيناعي ولكن نرى من بين المبريرات اللي براتها إحدى الفيدراليات في 2022 على حسب قلة الحاليب وقلة اللحوم قالت بأنه رغم البقر ما تلقح شيء في كورونا وهذي أمور اللي أنا قل عرف اللي بحكم الممارسة هذي اللي في الميدان تلقي حرص طيناعي ما توقفش في كورونا وهذي من المبريرات اللي تعطات اللي كانت غالطة وتعطات الوزارة ولكن مع الأسف أرى هذي الإحصائيات العوجة وهذي الأرقام المبالغ فيها وهذا الشي اللي كنشوفه واللي وصلنا للحالة الحالية أرقام مبالغ فيها ما كيش الأرقام مبالغ فيها ما كيش الأرقام عوزة الأرقام مثلا نعطك الأرقام صحيحة وعندنا مشكلة فلاسي من السنور أرسيبيسيال عدنا مشكلة في التوالد وهو الأساس دي الإنتاج دي التربية الموشي ما تفق معك فهذه النقطة يعني اللي ريبيتيسيون يعني الضرائب والمعاودة دي الضرائب كاين وانتا دكتور قريتينا وعارفين بأنه البقرة لما شدتش را تيكون سبب من التغذية السبب يكون صحي ويكون سبب حتى من المربي يعني كيدخل باش تشد البقرة تيكون الحي أول في حداته تيكون فيه المربي في حداته وكاد تكون التغذية والعوامير الصحية عاد كي يجي المرقيح هذي أمور هذي كاينة هذي كاينة هذي كاينة بأن المشكلة الأساسي اللي بغينا نرجعوا ما قبل الكورونا خاص إعادة نظر السياسي للتربية المواشية بالمغرب برمتها أنا بتفق معك في هذا الجانب هذا فما فيها تغذية ما فيها تغذية تغذية الحيوانات وتغذية بأن من اللي لأخذ كرغ ولا أضاروش الأضاروش اللي أعطر عنه بأن تباع دازل الخواص وتباع وبأن تربية المواشية جميع الدول في جميع الدول تربية المواشية مدعمة من طرف الدول لماذا؟ بأن هو القطاع الوحيد اللي تيشد الفلاح في العروبية دياله تيحارب الهجرة القراوية تيحاربها وتيحاربها وتيخدم الناس في البادية هي تربية المواشية فبالطبع بأن بأن عدد دور اجتماعي عدد دور اقتصادي وعدد دور سيادي بأن لماذا سيادي؟ بأن من اللي تنكون عندنا تنجو الحيب لأن الأخ سعيد الأخ سعيد الأخ سعيد حين كلا لأنت ولسي موتشيشي رجعتون عندي بجوز وبجوز ونطفقين معي ما باقي نش تعترفوا بها ضحقكم غير اللي بغيت نقول لكم هرا هيلة ما نضمناش من القاعدة هاد القطاع هرا هنغاري غير نلحقوا الفلوس وغادي نبقاوا نجيوهن نتبخوه ونمشيوهن نتبخوه ونمشيوهن نتبخوش عجمك هنا السلام يعرفهن – Legendas Unger ههول يقول لكم معي تحجمهن ندمة هول Todd إلى النار، القادم sagt بيتلبلي وما تتعرفنش لا تتعرفنيش يا يوم عاص ما مالعق لك احترامنا دعو且 blended لا ولكنتipe منت إلي ductionه pricing كنتي لكني بينهور كنتي c styles كنتي لأخ آخر النار انو ما مخيغى varies لا لي tark extent لا إحرازكم بكث لا يجهزكم باخر لا كانت نعمة إلى هل بحلك هذا disso هو الاعتياف ما هو ماجهب وماجهلك ما كان ما حربانش منه خير بالخير ما للمتجهلك موجهلك موجهلك يسميني بالاخ سنسميني بالاخ خمس ستقطع اسمحلي اسمحلي بنخليك تهضر أمامك تقني محترف سيبوتشيشي وليجي هدر معك طبيب بيطري محترف وما جيش تقول هنا بأن التربية المواشية التربية المواشية نحن أدرها بما يجري بالتربية المواشية في المغرب وجميع القطاعات من ما بغيتي بغيتي الأبقار بغيتي الأغنام بغيتي الخيو اللي بغيتيها وإذا ما كانت عرض عليها كيف ينفدره نحن نحضره على مشكل سيبو عزاء سيبو عزاء حنا واحد نقطة أخرى غادي نضيفها باش نمروا على الفقراء هذه كان نقطة أخرى اللي يجيبو التركيز عليها واحدة الشركات المجمعة للحليب والتأثير ديالها على الأزمن اللي واصلين لها حاليا يعني إحنا كان عارفو بأنه حنايا الفلاحة كتفرضوا عليهم الكوطة في الحليب بالمقابل كان نستوردوا واحد الأرقام فلاكية ديال الحليب غبرة وديال مشتقات الحليب وهدي أمور اللي خصها إعادة النظر وخص الوزارة الوصية الدخل لأن هذه أزمة مشتركة لأنه ما يمكن شا إحنا نفرضو على المنتيج الماحلي وإحنا كان عارفو إنتاج الحليب أرى ما يمكنش نفرقو إنتاج الحليب على إنتاج اللحم الحمرة لأنه ديك البقراء اللي غاتولدنا العجل أرى ما يمكنش وخورة كنا شي كامل علش ما ما حلوش لنا المخطط ديال المغرب الأخضر شكرا ما حلوش هاد المشاكل اللي احنا فيها اليوم وهاد الاختلالات اللي كتوقف عليها كاملة علش رغم وجود إرادة سياسية مفترضة اليوم عند الدولة وعند الحكومات المتعاقبة علش مخطط المغرب الأخضر لم ينجح في حل هاد المشاكل حنا كي المخطط المغرب الأخضر لقرينا المحتويات والمضمون ديال المخطط المغرب الأخضر غلقه بأنه نظريا ره ناجح ولكن تفعيل دياله وتنزيل دياله على أرض الواقع اللي عرف بعض الاختلالات مثلا نبقى في تلقيح الاصطيناعي وتحسين النسل تلقيح الاصطيناعي جاء لتحسين النسل من بين الأهداف دياله هو تحسين النسل وبشهدو كل نسل اللي عندهم وزيادة في الانتاج وزيادة في الانتاج طبعا حمي كانت تكلموا تحسين النسل لدينا سلالات ديال إنتاج الحاليب سلالات ديال إنتاج اللحم وسلالات ميكست اللي كانت ت tradUP فيهم الحاليب وكانت تشكلهم اللحم احنا جنا نقصنا على واحد المسألة اللين جنا تخلقو جمعيات حصلو على مدارات بدينا في شمع أمليةsamh ووصلنا ليك عملية ديالة تحسين النسل وبعد الجمعيات تسامحها والله واللهえっولت جمعيات 31 GT لأنه يقول الملقيح جيب لي روسيتا يعني المدخول ماشي عندو علاقة لا بش حال نجحات من المتلقيحة ولا ش حال ما نجحات شاي ولينا كانت كلمو غيش حال دخلتي ديال الفلوس لدك رأيس الجمعية كي هدرها كمعات تقني الملقيح تيقولو ش حال درتي من كيلومتراج وش حال دخلتي ديال نتلقيحة ما كان فكرو شاي واش ديك تلقيح واش نجح ولا ما نجحش ما كيش نتيجة ما كيش نتيجة عناش ما كيش متابعة ما كيش مثل عدنا واحد الملقيحة نعم السيبو عزة قلتك هدا ولي جعلنا وصلنا بين 6-8 تلقيحة البقرة باش قلو الولادة باش تولد هاد القادية هدي البحث عن الدخل وعدم الكافاءة ديالليز ناش اللي تيديرو بعض اللي تيديرو تلقيحة اجتماعي وكين حاجة اخرى الناس محتلية قاطعتك وهو بانا لا يعقل بانا نجيبو سيارات فاهرة باش تمشي فلا بيست بانا عش تنقعو تنجيبو الاسمونس جينيتيك وتنجيرو هم تنلقحوا بهم هنيا تيعطونا العجلات العجولة لمعدلات الامكانيات باش نوكلوهم بعض الدول دازول لقاو بانا الاراث المناخ ديالهم اكتر من هدا احنا لقاو تبعين الاحمر كي البديل كي البديل مصر استطعت باش تفادل الازمة ديال اللحوم الحمراء اللي دازمناها بالاراني بقنية احنا عليش قنية ما تتبعش ما كينيش طب طبع بانا وما ننسوش بانا عدنا ارتبط بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والاسماك كان من اللي تيطلع الحوت الناس تتخلع الحوت وتتبشي تشاري الجاج ومن اللي تيطلع الجاج تتبشي تشاري الحمل بقري ولكن دائما تكامل بين هات ثلاثة ديال المصرع بين هات ثلاثة الانواع واخر غنرجع نقطة ديال السياسات العمومية سبيوض عندك تعليق؟ لا غير اللي بيت نقولي هو راهي لخمم نامزيان و تهدنا واخد احنا لنا مزيان هذا اللي قلت لا سيماشي شي ولا الضيف راه في الواقع هذا عدم النظام راه هو الاساس من اللي ندورسنا هو اللي قل ندورسنا نعرفو شنو باغين ديك ساعة نخدمه على ونزيده لقدام راه حتى القطاع اللي يتحصى يتحصى ديال العيد الكبير راه الأرقام مكينة مقارنة بين ما يصرح به ما يسجل اللي يتأدى عليه وما يخص في الواقع ما يتحصى مغرب الأخضر ما توفقش أنه يصلح كل سياسة أنا ماشي مسئول سياسي أنا غيفاء الجمعوي لكن مفتفقنا عندنا برنامج وطني مدعوم بأي مادة سياسية نتفقين نهارج أنا قتلي كرا ونمشي ونخدمه جاو بنهاو دار فخر رملة هو تسيب برنامج لا خليكم لا خليكم لا خليكم عدمي 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 أنا أطرح مرحبا لا حالكم لا بسيبة من عشرين عام المالكينت وحد يرى إلى أعرفه جيد مجلس لا 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 مكانت فخصنا لم يكن بأينه وبيناو بلا الإمامة كانت على معاة جدا لا يمكنك أن تكون مضحة. فضل لسيبه الزاكرة. فضل لسيبه الزاكرة. فضل لسيبه الزاكرة. لا يوجد أن تكون مضحة. لأنك لا يوجد مضحة. لا يوجد أن تكون لديك تدخل حتى وسط مدخلة أي ضيف. فنفسح المجال للتفاعل. من أجل أننا في نهاية المنطقة نرى ما إلعام وصله لفهم على الأقل ولو بدرجة بسيطة لما يقع. لأنه في الأخير أنا رجعكم لسؤالي الأول والبسيط اللي هو عندي وعند المواطن. علاشا سيدي اليوم ولينا كنشريه للحم بضعف تمان ديالو. المستهلك تترحل السؤال. ومن حقه يترحل السؤال. طبع لأن السوق لا يوجد الوفراء للحوم كيفما كان. وخاصة اللحوم الحمراء. والسبب من الأسباب كين الجفاف. وكين واحد فترة زمانية دازل. هاي يقول لك الجفاف هو ماشي جديد في المغرب. وأنه وعشنا في ثمانينية قطرات ديالجفاف. وما كانش الندرة ديالقاطية. لخليكم الجفاف. الجفاف باش تعرفوا بأن الجفاف كان دائما فيش تكون الجفاف. الحمد تيرخاص. دائما. فتكون الجفاف تكون الحمد تيرخاص. الجفاف يداد في المغرب كمين. إلا هاد سنة دي مدى. طيب وكين نشهد المرأة. وكين الجفاف والتامر بالاسماء الخاص تضاعف. الجفاف بقصد سنين. أما المغرب تعرف فترات ديالجفاف بين 25-25 عام. وتعرف فترات ديالقاح ديالقاطية كل 80 عام. ولاجتو تتوبو بين روضا. أخذ السبب. واش ماشي هو قارات سياسية خاطئة من الأول ديالتدبير ديالقطاع والإنتاج. وتشجيع ديالالإنتاج الداخلي. نعم. أعفو. قلت لك بو عزال خباطي. واش سبب الحقيقي. ماشي هو بشكل مباشي في الجفاف. وإنما هذا ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة سياسات أو اختيارات سياسية وستراتيجية خاطئة تراكمت وصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم في تدبير القطيع الوطني والإنتاج داخلي المخطط الأخضر في أشياء إيجابية هو كل ما يتعلق بالتفضير كان إيجابي ولكن ما يتعلق بالسوق الداخلي كان هناك أخطاء ما فيها تربية المواشي لأدت الفاتورة لأخطاء بعد المكاتب في الدراسات لما كان نرسع عنه المغرب أشنوها طيب اليوم خلينا أسألك أبو عزال خبادة وأسأل ضيوفي هنا في البلاطوء أيضا القرار اللي اتخذته الحكومة من أجل تشجيع الاستيراد اليوم بتوفير دعم مالي ولا تسهيلات جبائية ودعم للمستوردين والموزعين محليا إلى أي حد قرار موفق وإيجابي من أجل تعامل مع الأزمة الحالية فبالطبع بأننا نعيش أزمة وملكة تكون أزمة تضحية للفيلم الاجتماعي بالطبع بأن دولخ صدق جميع الحلول ومن الحلول اللي القاتل هو هذا الدعم ما يتعلق بالرسوم الجمركية وكذلك ضربة القيمة المضافة فهو جيد لأننا كنا تنتظروا بأن الحمغة ديه ببث 8 يلو مع الأسف تزاد 8 ما مقاش تفطابل إذن بأن كان التجربة اللولا كانت خاطئة كانت خاطئة لماذا؟ بأن الناس جابوا الخرفان جابوا العجولة وخلاهم ما كانش واحد بيضلين واحد تاريخ ديال الدبح بأن جتية هذه العجولة جتية الخرفان لفات العيد الكبير أي خرف اللي القيناع عندك تتخلص عليها لحد الأخطياء وطرد لثلث الدولة العجولة اللي غاد يجيوا عندهم تهم متاريخ وما يتباعوش في الأسواق يمنع من عن كلهم بس يتباعوا في الأسواق يدخلوا بصيفة مباشرة من الضيعة يبشر المجدارة نحن ممكن قدرنا نتحكمه لا ننسوش بأن هناك الوصفة سي بو زخراضي اسماريكين تعليق ديال سي بيود على ما تقوله من كلام تفضل سي بيود أرى هاد الشي اللي قل هو اللي كاين هو اللي قلته أنا بكلمة خرا بمعنى بمعنى أنه غادين ستوردوا اللحم خسنا نعرفوه لمن غادين نغتور سي ستورد واحد جوج هادك اللحم اللي جتياسي دي أش نودرتي بي ما كان قلش اللي كان أبيعه بالتامل فلان فلاني أبيعه بالتامل فلاني لأن القانون 14 نقطة 12 محرر أسعار ولكن غير ريني أنك من لدخل دي باعته وبش حال باعته صافي ونبعد نتذكره هاد ما عملية ما كيناش نهائيا وهذا هو اللي أنا بكلماتي البسيطة ما أنا لا تكنيسيا ولا دكتور إنسان بسيط كان هل هذا عدم وجود نظام لكي يصير القطاعات هادا هاد شي ما يطبق على هاد القطاع نديرو على الخضراء ونديرو على الفاوكيه وعجاج الحمد لله ما نقص نتا قطاع نظر بابا سي بوتيشي مشنو يكون في هاد القرارات دي تشجيع الاستيراد هوش كتخدم المستهلك ولا فعلا اليوم هي كتخدموا هاد الفئة اقتصادية معينة وصلنا لأخر العلاج اللي هو الكي يعني باش هنوصلوه لهذا الأمر هذا باش تاخدته لهذا القرار ليرستيراد اللحوب وحنا كنا طالبنا به لأنه وصلنا لواحد الأزمان اللي يصافي الخطوط الحمراء يعني القدرة الشرائية دي للمواطنين من جهة يعني بقات متضررة ولكن هنا خصنا ننتابهوا الواحد المسألة وانا الدولة لا دعمات ولا حيضات الرسوم خصنا هاد خصنا انتراسها بيليتي هاداك القطع اللي جا ويعني لندبا لامباك تأثير المباشر عن المستهليك على هاد رفع الرسوم والإعفاء الضريبي ما المسناش عند المستهليك ما المسناش يعني في مشا مشا في جيب دوك المستوردين هنا خص الدولة يعني كين قانون تحرير الأسعار ولكن هادي مواد لي اللي كانت دخل فيها الإعفاء قسكون مراقبة والتحديد السقف مايمكنش احنا غادي نجيب واحد مثلا الخروف مثلا بحل الخروف اللي كانو كان جيبوا الميرينوس جيبناها من إسبانيا في دولة عربية خلصونا تقريبا بألفاين درهم مغربية وبدون دعم مع أن المسافة ما بين المغرب وديك الدولة العربية موضعفة ثلاثة المرات ما بين المغرب ولا بعض المرات ما بين المغرب وأسبانيا وإحنا يملقيناش يعني ذاك الحولي علاقى الخلصوه بألفين درهم وltry خلصو BarnIV ملاي massimo مع العنف التي كنا الضاربة احنا ندعم دير 500 درهم غيخدينا ألفين مع خمسمائية ألف وخمسمائية خلصو واش قيناش يحولي في العيد الكبير ب 1500 درهم كيل في المغرب ما كان شاي ما كان شاي المشكل المواقع هو حنا حررنا خلينا ولكن مدرناش مراقبة مشاو دخلوا لتسمين دخلوا لتسمين من بعد العيد عاد خرجوا للمجازير وهدي أمور لأي خطيرة دوق هنا رأت رصابيتم ستقول لهم حاجة خلو ماشي تبعوا في العيد هذا هو من المشاكل يعني إذا كان رجعوا بأنه يجب المراقبة المشكلة ديال الدولة يعني قبل ما يمشي يخذ داك الدعم ديال 500 درهم يعطينا رات رصابيه ديال هو مالك التحمل المسؤولية لأنه عندما يخطى 500 درهم ديال الدعم نشوفه ديك الخرفان في المشات هي مشات باش زخبادة أنا ما كنسموش صوته لأنه عبر الهاتف ولكن كنسموش يتفاعل معنا نعطيه الفرصة غنعطيك الله خليك أسمح لا سمحتولي بأن هذا الأخطاء اللي كان دارت سابقا هذا الأخطاء اللي كان دارت سابقا أظهر لي دفتار تحملات الحالي تفدها بأن حاليا ما يجيب ما غادي يقدر يجيب الاستيراد لدي الأبقار ولدي اللحم إلا الحيراتيين وحطوا عليهم بأنه خاص يكون عدوا الفريقو خاص يكون شروط اللي إحنا لقينها بأنه بأنه جيدة جيدة بولكن يبقى دائما بأنه خاص التاريخ دخلتين حاجة دبحها قبل من هذا التاريخ بأن الناس ستكون ترد تلس لديل دولة فطبع بأنه استثمش لكن ممكن الناس عيدوا لي بجاء أخرى مرحبا عدنا فاصل على أي اتحاد أنه كيشير لي سي وليد أننا نخرجوا فاصل ونجعلوا نكملوا مع نقاش سي أبو عزال خياطي معنا من أقادير وأيضا ضيوفي هنا سي بيود وسي بوتيشي للحديث على أزمة اللحوم الحمراء في المغرب وما زال السؤال البسيط سؤال البديهي اليوم عند رئي العام المغربي كيف للمغرب الدولة الفلاحية أن يكون لديه اليوم هذا العجز الذي نعيشه في اللحوم الحمراء وأن يكون الحل الوحيد أمامنا والأخير وفتح الباب والمجال أمام الاستيراد شنوية الحلولة الممكنة في المرحلة المقبلة كيف يمكن تحكم في أسعار اللحوم الحمراء كيفاش الحم لليوم كيتباع المغربة عند القزار ب130-140 درم يرجع لأسعار طبيعية ب70-75-80 وخمسة وستين درهم وما بينهما من أسعار متفريقة أسئلة نطرحها مع ضيوفنا هذا المساء مباشرة في بوليميك على شدتفه مساء الخير أحييكم وأرحب بكم في هذا الجزء الثاني من بوليميك على القناة الفضائية شدتفه تيفي مباشرة على نايل السهات محبا بكم مشاهدين إنما كنتم وأرحب من جديد بضيوفي هذا المساء بعد لحظات قليلة سينضم إلينا الخبير الاقتصادي والمحلل سي محمد جربي لتعليق على هذا الموضوع ومعي دائما هنا في البلاطو سي أحمد أبيو المستشاة في مجال حماية المستهلك رئيس المؤسس لجمعية مع المستهلكين وأيضا اليوم خليني نذكر أنك مستشاة في مجال حماية المستهلكين بالمغرب مركز حماية المستهلكين مركز حماية المستهلكين معنا أيضا سي بوتيشي مرحبا بك معنا على شدتفه سي أبلحق بوتيشي أنت رئيس الجمعية الوطنية لتقنية تربية المواشي كيف أفقنا أيضا في هذه الحلقة سيبو عزار خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يلتحق بينا بعض الحظات سيبو محمد جدري لها التعليق والتعليق خصوصا على القرار الأخير للحكومة المغربية استيراد اللحوم المجمدة من أجل سد الخصاص في السوق المغربية وأيضا تخفيض الأصحى كثير من المواطني اليوم ورأي العام وحتى الخبراء يقولك أن هذا القرار وهذا الاستيراد لا زال لا يؤثر لا على الوفرة يعني كثير مغربة ما زال ما شاهدوا لحوم المجمدة فين هي ولا حتى على الأصعار اللي ما زالت تراوح مكانها بل أحيانا كتزيد ترتفع أكتر خلي نسألك بوتشي شيكا متخصص في المجال لأنك أنت اليوم كتمتل التقنية لتربية المواشي في المغرب واش اللحوم المجمدة هي الحل من الأزمة ديال الأصعار ديال اللحوم الحموة في المغرب وأيضا الندرة ديال المنتوج هو كتبقى كحل إلا كان غا يوصل التمن دياله هنا عادي يكون في المتناول ديال المستهلك المغربي يعني كي يواكب القدرة الشرائية ديال المستهلك المغربي لا يمكنش يوصل لي هذا اللحم هنا يا للمغرب ولقاوه مثلا بتسعين درهم أو تمانين درهم فهذا غا نكون على يقين بأنهم من مغربة ما غاديش يشريوا هذا اللحم هذا وفي الدول الأوروبية اليوم تمانو جوجش ثلاثة أوروية ما بين عشرين و40 درهم خلينا نقول دول أجد الأوروبية في المغرب شا حر خاصه يكون في المغرب غادي يوصل لهنا يا على حسب درت واحد للبحت غا يوصل هنا في المغرب ما بين خمسين ما بين خمسة وربعين وخمسين درهم باش غاي وصل كل فديالو ولا باش خصويته باش غاي وصل لمغرب خمسة وربعين ما بين خمسة وربعين وخمسين درهم هدي تكلوفة باش غاي وصل هنا للمغرب ويوصل يعني داخل فعلي مشراء تكلوفة ليشologists أم تكلوفة باش غاي وصل يعني انا باش يقول خاص المراقبة يعني وش هم غايتسبعه هاد يلوظل خمسين درهم يعني لونش هدشو فير وللغزر غايقنعło بعشرةدرهم ولا عشرين درهم وهذا الشي لا إذا افترضنا أن هذا الموارد سيبيع مباشرة الجزار لا يمكن أن يكون مراقبة لا يمكن أن يصلنا إلى 50 درام مثلاً وهذا الجزار يربح 50% فهذه قضية يعني خسارة لا نجعل مطلعها باللغة يسيبوها لن نرميوش في الاتهاء والمسؤولية كاملة عن الجزار وهذا الجزار سيأخذ هذا الحمل المجمد مباشرة من عند المستوري دياله إيشان للضيفة إذا اصلنا إلى 50 درام من دار بيضاء يوجد أن يصل إلى 55 درام من الداخلة على شوما يكون ذلك الهوية في السيران والممكن أن ينزل في النظر عندنا الميناء في النظر آه من الدار بيضاء آه من الداخل ميناء في العيون وكينو وش كينتش لغا عندنا وكينو وش كينتش وعلاش ما يكونش وعلاش ما يكونش ماشي بالضرورة خس يدوز على الضربيضة ما يمكنش يدخل الحسيمة ما يدخلش على نظر شنو المعطيات اللي عندكم دابا؟ المعطيات اللي كينه هو أنه محددش ميناء واحد لغا يدخل هاد اللعب وشنو السعر ديال بيع المنتظر ديال؟ المصالح ديال المراقبة ديال اللونسا هي اللي غدا تكلف في المراقبة وبلغ بقرس يعني لاترسابيليتي ديال داك اللحم ولاشان يعني السلسلة ديال تبريد من البلد المصدر الى البلد المغرب وحناك ندوز على التاني تحليلات ديال المختابر ماذا هو التامان ديال البيع المنتظر؟ هرا هذا ولي قمت لكراه ما يمكنش نفتحوه يعني نديرو قانون ديال تحليل اسعار ونخليوه اي مادة اللي فيها دعم او فيها ليعفاء من الرسوم خاص الدولة تحدد تامان ديالا ولكن حال التامان ولا بلاسي ما يمكنش نقول لك التامان ما يمكنش نقول لك التامان ما يمكنش نقول لك انا باش غاي وصل ما بين 45 و 50 درام بدون مبالغة بدون مبالغة بدون مبالغة شوف في مصر ممكنش ممكن يتباع بـ 20 درام في بلاد واللي مستهلك ومصارف النقر لا وكان يقول لك بتامان البيع العموم مش بالجملة لا وكانت مصارف المونتو دا ما تقضي بلحم من البرازيل ولا من الارجنتين مش حال يوصل لك المغرب مش حال راكين تكلفة حروق كنجروا مقارنة مع الدولة كتستورد مثلا لقارننا مع مصر مصر يعني العساب كنجر ليه 60 درام كيوصل للمستهلك عند القزار عند المستهلك كتوصل بـ 60 درام مغربيات قريبا حنا في المغرب غاي وصلنا مبالغة 45 و 50 يعني هنا إلا شفنا القزار يعني ذاك ذاك اللي غاي وصل غاي وصل هناك مسألة اللي خلصي يجيبوا الانتباه لها في ذاك في ذاك الكايد شارج طر التحمولات هو أنه شكو اللي عندو الحق يستورد هم داروا أنهم المهانيين واللي عندو المخال يعني المخازين ديال بتبريد اللي يمكن لها توفي بهذا الغارات هذا ولكن احنا كنقولوا بأن هذا مرحلية مؤقتة كيف شو غادي نجي أنا مغيين استمر في استيراد هاد اللحوم خسني عاد نبليين ديفري يقول علش ما فتحناش المجازة البلدية في وجه هدير استقبال هاد اللحوم هدا وعادة توزيع ديالها مع توزيع ديالها من المجازة سمليوك؟ أراك أسمح لي نعم تفضى أخذ الطاقة الاستيعابية ديال المتلاجات اللي عنا حدا الماشيين الكريو شحال عنا؟ أراحنا واحد على عشرة مقارنتنا مع السمليون من حيث الحجم ديال الوسائل التبريد من واحد على عشرة هادي غير سمانية عشرات المرات عندها كتر من نحنا ديالي شمار فروض هادي واحدة ثانيا أنا من اللي غادي نجيب واحدة إجزال واحد لعطيته اللحم راه جوجت الفكرة ما بتشوش يدخل طولية هالفكرة اللولة هو ديالشنقة وغلتير ومو تدخلين وذك شي هادي واسبابها وتمال ليوصل الدولة حقيقة عندك الحق مجلي في القانون المية وربعة نقطة 12 من اللي كتدخل الدولة في واحدة تمان كتتعطيه في الفلوس وكتعطيه في مثلا إعفاءاته هاتشي كتحددلو تمانو هادي عن ذكرة لحقان كان عطاره في غالطي في هات القضيات ماشي كنلي مجيو حرية الأسعار من التفقير مثلا نخده 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 القمز من الصعب مجيو حيث نخده 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 ونه عند جيد وهو انتبه ينجح ما زلت هاتشي من هنجح أستطيع هذا المجمدة ؟ ما هي الأخصات التي تكون بالسوق المغردية مغردية لنصبح مخصوش تفوت على أقصاد قدير ستين درام ستين دراما دايلا غلات هادا ملعين ممكنة ستين دراما؟ لا تنهوليك لا تنهوليك لا تنهوليك فكرة مخصوش تفوت ستين دراما لا أقصاد قدير أراه لي مشكلة فهي راف هادا كل نهار اللول مشاك نقش تمن لحم لا لكن دبا غير فلاتين دبا إلا خدين هاد ستين دراما مضيوني على العقد العقل وكتبه هامتي اللي جازيكم بخلانتو ما متخصير دبا كيوكسي بوشيشي الحمد المجمد غدي وصل عندنا المغرب في حدود خمسين دبا هامل كيلو هادي الكلفة ديال استيراد ديالو باقي هاد المواميد ديالو باقي مربحش ما داخلش في أهمي شربح ديالو هادي كلفة لا لا الكلفة داخل في أهمي شربح ديالو لا دبا حتكول في حاجة دوق شنو يعني خمسين ما موصل عند القزاب ولا موصل للمغرب لا شكتين ديرن هو باش تقيم عليه لا لا باش نزال لا لا باش نزال هلا غيباش روح شهر ديالو باش نورد شهر ديالو باش نوردحو واحد القاضيين باش نجاوبت يهم فهمتك شنو بغيين نقول هناخسا نعرفوا بأنه في شهر أفريل الفين وثلات وعشرين لالفين وعشرين وكالواحد لابين لضفر ديال 4.500 طن ديال اللحوم المجمدة غدي تستوردها مصالح القوات المسلحة الملاكية يمكن تكلم على 4500 طن يوجد 4500 طن يوجد كمية لا يستميل هيينة لا يعدل لا يعدل لأنه قوات المسلحة الملاكية قوات المساعدة المؤسسات الأمنية بشكل عام السجنية المنشآت الصحية المدارس الصناعية المطاعمة يستفيدون جيدا المستهلك المواجد أنه من بين أهداف فتح الباب للإستيراد هو المستهلك هو المواطن أنه ينقص التامان ما يبقاش 120-140 درام وتولي عدنا الوفرة في المنتوج ده بغيب باش نتكلموا بالمنطق السيبريوت كي يقول لك اليوم خاصوا 8 البيع للعموم ما يفوت 60 درام كتقول لك كل فتل إستيراد 50 درام فيها أهمي شفيف المستوري ديال وصل على الجزاب أو وصل المغرب وصل على الجزاب وصل على الجزاب وصل على الجزاب 50 درام سمح لي أنا مش تسرع يعني الجزاب خاصوا يبقاش في حدود 10 درام الله يجعل البارك في الكيلو الله يجعل البارك كافية بنتماليكم وخصوقنا وخصوقنا لا 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 نحن كنت تحمل مسؤولية للدولة يعني قطع الواصي وزارة التجارة والصناعة وزارة الفلاحة إن لك الهدف هو أننا بطول تكلوفة وما ما قد خذوا هذا القرار حتى تعرفوا بأن التكلوفة باش غتوصل هذي اللحم هذي غادي تكون أقل من تكلوف اللي كندي للسوق الوطني لإنتاج المحلي هذي مسألة بديهية سيد موتشي أنا كان شي بعيد منك أنا كان قول هذا كسيد اللي يصيف تناه يتنقش على شراء الحم ما تنقش بزيان باش يشرير خصون دكش مشي فاولا ما قلبش هذي في الأسواق باش يشرير أنا غادي مشي معاك يلا بغينا نحمله شخص واحد ولكن هالدولة دولة دوفر طالب عروض دولي يدخل فيه تال مغاربة وفي ذلك فلية نفس المتنافسون غادي نحدده مثلا على الكمية ديال سبعين طون ولا ميات طون ولا ميتين طون ولا ألف طون وغادي ندخلوا على أدهار هنالا قلت لك أنا شخديت الكندي الميتان شحال كما طون غاقم نتساة؟ لا لأ القزر حلي لا لأ شيش حال في المجموع ت 40 مطن الى حين الاحتياجة ديالنا اكتر من هذا الشيء 710 الالف اطنان في العام 710 الالف اطنان هذا رقب ديال لا هذه ربعين كثير من النص لا كان حساجه 700 ألف 700 ألف طن وغانجيبوه 40 ألف طن ما يعادل تقريبا 5% ما شيء تحديدا 10% 730 ما تقريبا 5% هاتش دي اللحوم المجمدة اليوم يشكل بالكاد 5% من حاجيات السوق المغربية حاجة صيطة ما شيء حاجة قليلة كيفاش غدا تأتها يعني يعني شوف أنا تنقول تأثير دي الهارة غايكون نسبي لأنها الهدف أنا ما كان شوف شأن الهدف لحل الأزمة هو في استيراد اللحوم هاد استيراد اللحوم لتدبير أزمة أنا أخصنا الرجعو القاطع ديالنا القاطع الوطني حصنا ندروه نتأمل في العمر لا نتأمل القاطع أخصنا ندروه أخصنا ندروه قاطع 60% 5% 100% 5% أو 10% أخصنا عارفوا بأن التقافة أي 5% أراه التقافة التقافة المرطي المغريبي والمستليك المغريبي أراه كيف يفضل يمشي للسوق ويشري الحم للسوق جديد على أنه يشري ذاك الحم لبيت في البطوار يعني هذي مسألة أخصة عدارة التقافة عندنا تيوم يشريتوا حد الحم جديد وإن كلم من ناحية الصحية ومن ناحية الغدائية هل يوجد القزار عنده شروط سلامة صحية وتخزين وتبريد لا يوجد هذا موضوع آخر لا يوجد أساس هل يوجد القزار لا يوجد شيء فيها أنا تقول لك بأنه شوف من البلد المصدر إلى المغرب إلى الأرض الوطن لأنه ستكون محترمة 100% لأنه كينين لا لا تكون محترمة يجب أن تكون محترمة ولكن هنا القزار أنا تقول لك ولكن من المرسا حتى التوزيع هنا يجب أن تكون بعد شروط بعدها عندك القزار سأل سؤال على السري سأل سأل هذه النقطة تذكرها بيود التي تريد أن تقولها فلا تنساها ونرجع لك لتقسيم هذه 40 ألف طن التي سنجيبوش حل سيبقى منها المواطن هذه الحم وخادة سؤال حتى أروا عبيت قبلوا عليك كما قلت لكم وكي سؤال اليوم مطبوح اليوم في شارع المغرب شنو الضمانات اللي عندنا أن هذه الحم حلال لأن اللحوم المجمدة في الأسواق الدولية والأجنبية عموماً ليست موجهة للمسهلكين لمسلمين في المجمل أنا نكمل السؤال وجاوبني يوم واش عندنا قوة تفاوضية اللي غدخل في الإنتاج في هذه الدول الأجنبية باش أنهم ينتجوا لنا لحم مجمد بشروط ومعايير الاستهلاك الإسلامي اللي هو أحلال تفضل سبيوت كاينة مؤكد مؤكد أنه أحلال ومضمون ومضمون دي دامانات شنو لأنه كان دامان كاين إلى خديتي مثلا فرنسا كان المجلس دي المسلمين في فرنسا اللي في الموسيقية باري هو اللي كي يضمن فوقها هم اللي كي يحضره في الدباحة وكل شي وكان على المستوى العالمي اللي في لحم مجمدة لا راورات باش يتجمد راقصوا يتدبح وباش يتدبح راقصوا يخصوا الفقية راقصوا واحد مسلمين يدبح ويدبح غير مسلمين راقصوا ولي خاص أوكي نسو أريد ما شو هو شنو اللي خاص وليشنو الشورط لا يجيب احترامها باش يكون لحم حالة الموجة راقصوا هذي قادية مرتبة تدبح على واش حنا عندنا 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 داخل مسؤوليات كينا يكفت النقطة أنا ما غني بشي معاك أبعد من ذلك أنا دول اللي غني نجيبوا منها راقصوا شرطي على الدبحة الإسلامية كان شرط يحترام لأن هذا يحترام لأنه تعاقيدين بل أكثر من ذلك هذوك الناس كينا جمعيات ديال الرفق بالحيوان وكتبع الراحة ديال الحيوان يعني لو كنفور اللي بيان سعني لا أنا ما تنقول لك بالدبحة الإسلامية ما كان شرط توقفو على الأمور هذه باش داك الحيوان ما يتفزع الشاي داك الحيوان يكون فوح الطرف اللي يمضبوط إذا كتأكدوا اليوم كتطمع أنه المواطنين لم يجالب التقنية ولا مجالب ما كانش نقاش هذا نحن كتكون بوتيش هاد اللحم المجمدة فانجيبوا 40 ألف طن فضل محالة الأولى ولكن اللي غيوصل منها للسوق العمومية والاستهلاك دي المواطنين هو واحد نسبة اللي غتقد تكون غير مؤثيرة لأنك مؤسسات كبرى غتستحوض على حصة معتبرة من هاد الاستيراد الأول كيف هنا كما قلت لك هنا 40 ألف طن رهي الكمية ولكن المستوردين ما غيكون شغل واحد غيكون واحد العداد دي المستوردين هذه مسألة خصنا التفقع مسألة أخرى هو أنه هاد المستوردين يعني تفتح الباب في الكييت شارج بين اللي عندهم ليزاباتوار آغريين واللي عندهم لشومبر دوفرواء هما اللي عندهم الحق أنهم بيستوردوا يعني كين الأمور مضبوطة مفصلة على بعض المستوردين اللي هما غادي يمشي ويستوردون هاد اللحوم هادي حتى هاد المستورد راتا ومتخوف التأثير دي للسوق شكول يضمن الله بأن المغربة غادي يشيرو داك اللحم ولكن ندخل غاً غامر يعني إحنا عرفين في التقافة والمروض التقافي ديالنا نحن المغربة أرما كان ما عندناش تقافة دير استعمال اللحم يعني المجمدة فلهذا تهدي واحد المغامرة غادي تكون واحد المرحلة أراه كيم ما تنقول كرا لما كان جهد تامان ديال اللحم المجمدة يعني تامان تحفيزي للمستهلك المغربي رغا نخليه تم اللحم اللي هو طري اللي هو طبيعي غايزيت تامان ديالو أبدا لأنه في المبدأ رغا قادي تليفاس كومينيكو اللي غادي يأخل اللحم طري ما يمشي شيري اللحم مجمد رغا اللي شرى الأول بالأصح اللي شرى اللحم مجمد ما ديش يمشي شيري اللحم طري وتوضيح تقني اللحم مجمد رغا جميد ديالو كي وقف عند المستوريد رغا ما كيخرجو لعن لغزار حتى كي دوز بار ان باريود اللي قطي يأخذ الحرارة طبيعية ديالو عاد كيخرجو يبيعو لغزار رغا ما هدوش فين يخبه كي يجيب دكش اللي جيم قصو يقردو إلى بيتو في فريجي درديو يوم وليومين باركا ما يكترش علي اللحم ما كيخرجوش طري نشي ديال الجزار ما كيشريش مجمد كيشريت صافير طاب أنا أطفل على تشيتي يقول سبينيور هنا مركز المكتب الوطني السلام الصحية خسكن واحد المتابعة عند القزار يعني هاد القزار اللي غادي يجيبو هاد الحم رغا ما يكفيش غادي تامن مراقبة ديال تامن رغا خس مراقبة تخزين ويجيبو الإشارة باش داك القزار يكتب بي أن هاد الحم رغا مستورد هو مجمد وهاد تامن ديالو باش حتى أنا مواطعين مغادين شريمتهم عند الكمية الخمسة كيلو ما نمشيش عاوزيني نجمدها من جديد سيموت شاشين انت رجل تقدي من حيث الجودة من حيث المضاق لأنه حاجة مهمة والمغاربة علاقتهم باللحم مشي موجباد تقديا وسلامة صحيح وماذا وكي نوحد العلاقة اللي هي عاطفية في هالدوق في هاللده في هالأطباق المغربية في هالمروض تقافي اللي هو مهم في المطبخ المغربي وشهد اللحم المجمدة من جانب تقني في المضاق ديالها في هالد ديالها في الفوائد الصحية ديالها وغيرها عندها نفس شروط ديال اللحم الطارية ولا لا حنا نجاوبك بواحد سؤال في عيد الكبير المغربة كي يكلوا الحم في يومين كي ساليوه ما كي ساليوش في كي يديرو في الكونجيلاتور يعني هذا كل الحم اللي كان ديرو في العيد الكبير ما يطبق على ذاك الحم يعني خاصة نشوفوا من القيمة الغدائية ذاك الحم رمكات الترشاي إلا كان ضروف ديال تخزين ملائمة وكان فوحنا ما يكن تكلموا لأني تقولوا بأنه حالان رخصة نتابه لواحد القاضي يرى ماشي غير تبيع حالي حالان رخصة نشوفوا حتى ذاك الامبالاج لغير دار في ذاك الحم تهو يكون مثلا ماشي شي حاجة فيها جيراتي في الحلوف ولا شي حاجة يعني خاصة عمور نحسنا نتابهول لها تكون لاشين كلها تكون كل شي لاشين تتكلمون تكون لحالان وتوزيع ولكن نحيط القيمة الغدائية الجندة الجندة كل شي غير لي كما تقولوا اللي ما تعرفش الطيب اللي ما تعرفش طيب ماش تنمياش في الحبل المحمي ماش تنمياش فيه ماش تنمياش فيه واخر أنا وجه عندك سبيل واحد نقطة ثانية قبل ما تزيدني أنا نزيد بوتيشي واحد سؤال ونرجع عندك باش نخليك تسعلق كيف ما بغيتي شحال الفاصل الزمني ما بين الدبح وتجمي ديال هاد اللحم ولهاد لأبقار والأغناء وتاريخ للبيع ديالها هي دبلغ شينا نقول لك الحساب البلاد المصدر حنا غادين بعدها قبل ما نجمدوه أرا هادك هادك السقيطة خصها خصها لحد يعني خليني بالفحص طيب بي بعد داز في الفحص طيب بي الكاملة أنا ما غديش نشدوه هي ما زالة طريية يعني ما زال بالماء ما زال ما استقطراش وندخلوها لالكونجيلاتور أول حاجة كتكون العملية ديال تشفيف ديال المشيد تشفيف يعني أنا غريم دو وزوه ولو لكي كتكون يعني غريم على الريح حتى كتنشف داك الماء خارجي كبير من بعد كتننسبة ديال ما كان تقطر لأن حتى كين داك الجودة ديال الحم راح ندع علاقة بقبل الدبح واتناء الدبح وبعد الدبح يعني حتى ديال باتوراسيون ديال 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 لك العضالة كالجيتها هي بعد الدبح يعني عاد باش كتخرج من ديال السوائل اللي فيها وكتكون نوع كتنضج ديال ديال اللحم يعني بي كتشد مثلا اللحم وبغي تقطعوه في نهار العيد كتلقاها جاري ولكن يدلغ دالي ديال تغذية مخصنش تفوت ستة شهر يعني خاصنا من نتفوت لا كونسيرفاسيون ما تفوت ستة شهر يعني لذا وصل تشهر في سميتو حنا عدنا خاص يبقى عنا متى شهر آخر ويخرج للمسائل لأنه مي غادي تكونجلا مي غادي تكونجلا رايب كلو يبقى نحتر بعيان فالكونجلا كانت يعني ظروف ديال ببين جوج ولا ثلاثة بعد ديال درجات واضح سيب اليو تفضل اللي ويت نقول لك هو كنت وضع سؤالها للي جودها لونسا را لونسا كنتمنا وأنهم يكونوا معنا في البرنامات جوج جناري والأسف ما كينش تتحمل إسم ديال المكتب الوطني للمحافظة لسلامة صحية للمنتجات الغدائية وان بار جودها لا أعرف ما كينخضرين يدخل بيها أنا السي كريم كين للمحافظة وكينش ما كينش أنه مكينش منتجات غدائية أخيرا سواء بأخطاء بتقصير بتاعها وانك توصل لأسواق نحن 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 أتنظر لله ولكن هذي عبر البرنامج جديل كوحد النداء للمسؤولين ينا وكنا عرفوا بأن مخطط الجير استغلاليات وهذا يعني نهيار المخزول الاستراتيجي القاطع الوطني وحنا كنشوفو في مخطط الجير تكوين 140 ألف خريج خاصنا نفكره إعادة نظر في هذا الرقم هذا هرا ما يمكنش في ضل هذي المعطايات هذي 140 ألف خريج فين غادة تشتغل من هنا في 2013 خاصنا فين غادة وفين غادة سوق الشغل مشي غنكون وهذا 140 ألف وفي هذا الأزمة اللي كينا ومعهد الحلود الترقعية ديلا الاستيراد وديلا التدبير ديلا القاطع فكانت مننا ومسؤولين في قرفة نقطة هذي وإعادة بنا القاطع هرا ما تكلف ستش شهور ومسانا وغا تسيبوا 40 ألف هذي تتمشون أو لديك سيبي يود التالي 40 ألف الكمية اللحم غالبا ركينين وعندهم حتى لغريمون ديال لونسا حتى بالنسبة للرخصة ديال لونسا من ناحية التخزين ولا من ناحية ديكوب جوعة وتانية أو ما عندهم الكمية كما بغت مشي الأسواق لكي ولا تشي المؤسسات الكوبرا وحتى المؤسسات الكوبرا في مثلا الحياة الجامعية ودو كل التريتور اللي كي يخدم واحد كميات كبيرة فكن نظن هدو هم اللي غادي تكون لان المواطن اللي غادي مشي نشري سكيل ونحن نشوف كما القزار اللي كان عارف تي وكل مواطن اللي كان كي شري كيلو ولا كي شري كيلو ولي كان شري كيلو قناش نشوف قناش نشوف سبي توجي لستهلاك لحوم المجمدة لمؤسسات كبيرة سواء عمومية ولا خصوصية وش مسألة إيجابية ولا لأنه عدد اليوم من الناس في العام كيف تقول لك وهذا الحم هو مجمد وغاي يجيب ثمان اللي تنتظر أنه يكون بستين درم سي بريود قالك ممكن وصل ثمانين تسعين درم يعني سي قوتي شي لا كانت الهد الناس هادو مخافوش الله وزادو كما درم حولي هاد الحم لي بستين درم واش ماشي الاولى انه يمشي لمواطنين خصوصا طبقة المتوسطة والزاقيرة اللي كتستصعب اليوم انه هاد شري الحم اللي موجود اليوم في السوق واش مسألة إيجابية انه يبقى مفتوح المؤسسسات الكبر اللي عندها قدرات شري اطنان انا كنقول هاد كيف بغض النظر على هاد الكمية واش ربعين واش مية واش ميت ماش يدولي مهم انا بالنسبة لي انا شنو الى فهمت شنو اللي مهم انا مئة الف طون انا كن بغض النظر لا لم يكنش كلا بغض النظر السيبيوت لأنه رقم عدنا كمية محدودة اللي هي ربعين الف ربعين الف خر هاد هاد نتكلم مفاول كل يوم عدنا سنسرد من لحوم مجمدة ما يمثل 5% انا سنعطيك جوال من احتياجات ديالنا واش تمشي الاسواق العمومية ولا نفتح ايضا المجال لمؤسسات عمومية وخصوصية كوبرا اللي عندها قدرة شرائية كبيرة وتقدر تستحوض على حصة الاسد مازياد جاوبني جاوبك مازياد مازالك نقول بغض النظر اللي كمية برسها شكول من مقصود بدك اللحم هو المواطن البسيط العادي المفترض مازياد دابا واش المؤسسات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ماشي مواطنين مغربة هادا اولا تانيا إلا غدين جبن اللحم ولكن قدرتهم أكبر من دي الأسر أبدا منهاني جبتنا واحد العدد للكل ود العم المواطن العادي ما بغاش لعدة أسباب تمان غلي شك في اللحم لا نفت غيب لتسبب نقطة باسيطة جدا إلا فتحنا الباب اليوم مثلا للمطاعم والفنادق السيدين من دوش على المستشفيات لأنها خدمة عمومية ومن دوش على المؤسسة العسكرية لأنها أيضا أخدمة عمومية هادو والسجون أيضا لأنها في نهاية المطاف هادو لما عندناش مشكلة أنها مؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية والخدمات العمومية كاملة استافر لأنه هي خدمة عمومية ولكن لما تكون مؤسسة تجارية ربحية اللي بلصمة تشريد الحم ب140 درهم 120 150 درهم غدا تشريه ب60 درهم وتبيعه في أطباق ديالها بحل شريها ب120 دميور يعني هذا الفرق ديال ضعف تامل غدا تحملوا الدولة في اللخ والمواطنين أنا كان نقول لك رأي هادش اللي كان نقول لك منصباح لكريم لا 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 ما قلتي ليه بحد ما ديكش مشكل ما ديكش مشكل ما ديكش مشكل تفضل يا لا أوكي من قبيلة من اللول جاء مني بدت الحلقة وأنا كان نقول وإحنا ما كنفهموكش ياك لا أنا أنا لما وضع لا تفضل تفضل أنا غالس نضيع لكم أختكم لا حاشا لا لحضورك عيننا وراسنا وشوف فينا تكون معنا تفضل أنا ما زال كان قول أن طالما ما بنش مراقبة صحيحة ما نمشي معك بعيد أسف كريم جبت الحل وبيعت له 60 درهم يات لهذا كمور المتبخ لي طيبو ومعه 200 درهم ما كان قولش الله شنو كان شريطة أن لقاع في كتاب الحسابات يالو بشحل شراه بشحل باعه ويخلص بالله هذا هو المشكل هذا هو المضم وانجمتش الباب منه دبعا حتى غنوصلوا لحاجة وكتعرفها مزيان وكتكنل فيها دعم ديال المحروقات ودعم ديال بوطا غاز وغير لمنه يستفدون منها مؤسسات تجارية السكارية واش ميمكنش لنا اليوم كقرار سياسي وسيدي نقولوا هاد اللحوم المجمدة المستوردة السيطناء هي حكر على الاستهلاك المنزلي فقط ومؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية منوعة لها تشري هاد اللحم المجمد وما غيجي واحد اللي عنده فوند وعنده قدرة ديالتخزين وعنده الفريق ووات كبار كما كتقول وغيشري للك مئات الكيلوغرامات ما دي ماني وقد ما غتلخاش صور شكري غير يخلص عليها غير يخلص عليها غير يخلص عليها بيتين كيلو ولا خمسمائة كيلو ديال لحم المجمد غادي يخلل لديك خمسمائة كيلو ديال لحم الطائرة وغيوقع واحد توازون وهذه ثمان ديالة غالية غيوقع توازون لأنه احتج واسميود قال لك هل المنتجين يكتبوحوا أو مبيعوا أنا نعود لي نعود لي شوف الله لا يجزيكم بخير النظام الرسمالي معروف أنا غادي نتكلم لك باشي حافل على الأتمان على الأتمان يعني باشي حافل على الأتمان ما كيخليش الاختراج شوف شوف وهذه قاد هي كريم إذا إلا إلا مؤسسات تجارية عندها قدرة ديال تخزين غير كم أدب العيد واخا أنا ممشي معكم في كلامكم وآمين ومزيان وعتبر أنا ما عايش في قحفة المغرب انتم ما اللي عايشين فينا يا كاسيدي في العيد جاء وقالوا لي نغنعطوكم حولي بـ 1200 دبام 1500 درم وتكلم عليها الوزير السي يزور في البرلامة ودكة صيح الشهيف ديال أو أو ديال وتقلقوك لقيت شيء حولي بـ 1500 درم 1200 أنا غيجة والناس ريوت أنا مسمح وأنا كان يقول لك هذا لا غب ناتي غب ناتي ولقيت لا السؤال ماشي لأنه لأنه الناس لديهم قدرة شرائية ولا استثمارية شراءوا هذوك الحوال وخباهم اليوم شكونا يحمي المواطن ولا المسالك من أنه الناس لديهم مؤسسات تجارية يشير وذلك اللحم ويخبير ويقول حسيك أرى هالدولة ستقوم بالدور ديال هاد المراقبة أنا كان أقول لك حتى قائلة وذلك ماشي مراقبة والمنع من الأصل سيدي لحم تجيب عندك دولة قرار سيادي والسياسي ممكن تاخده تمنع البيع ديال هاد اللحم لمؤسسات تجارية تكون حكرا على الاستهلاك المنزلي بإمكاننا إذا ما كنش المراقبة حتى هاد تبقى ما يمكن تديره لكن على الأقل ما نقدر نعاقب إذا نلقى مؤسسات تجارية فندقية مطعم ولا غيرها ولا مؤسسات ديال إعادة تصنيع اللحم اللي كيبيعوها اليوم سؤال ممكن تعاقب هما إلا فاتح له المجال سيكارة بيتوضيح بسيط جدا لأن اليوم حتى هاد الناس اللي كنتاقضوا نقولوا الحوالي ديال العيد وما باعوش خباوه بالقانون ما عندك ما تقولي أنا أبدلت تعمل لا يجزيك غالب شماك واحد المقاربة واحد المقارنة بسيطة إذا ما كنت تكلمني على هذه القضية وش ممكن لك تبقى على البوطة غاز إياك البوطة غاز مدى مدعمة كيستعملها صلاق تستعملها المحلاب وكيستعملها لوطين جاءت للحكومة قالت لك غناخد فلوس ديال صندوق المقاصة واندي الدعم الجماعي المباشر نعم كيقولوا القولة الحل ولكن هاي البوطة دب حليب 50 درهم هاي البوطة تقعب 130 درهم هاي بسبعين درهم ولكن رغم دليك وما كيستعملوا بالصلاق يعني كيما قلت لك راه هادي مسألة كيبقى كيبقى وش خلاصتها هاد الحم وش مدعين خلق هاي 4 مؤسسات تجارية وانا غنقول لك واش هاد الربعين تضمن تغيية كله المغاربة بعدها في السوق فين عمشي والتقافة ديال انا كمغريبي واش انت احي دمحنا مغاربة كيما قلت لك راه التقافة ديالنا في تقاليد ديالنا واش بعدها خاص واحد تجريبة واش يقبلو داك اللحم المجمد ولا ما يقبلوش راه دانت يقول لك هو بيتلقى صيد هاي حتى دك اللي غادي جيبوه سوف بقدرة شباية تاما شوف يمكننا مخلوهم مخلوه بتدريجيين لانا لك تقولي اللي رأي لما عنده ما فيش مشكل ديال الطعم ما فيش حاجة من ناحية الجودة والقيمة الغذائية والشغوة صحية وقلزيبو الدنيا وانا هورا الكمية ديال الحملي الفلاب بيردوفر اللي رقيتو فشار ربعة ديال 4,500 طون لانا لادوك اللي غاديا كله ماشي مواطنين في صغار الفلاحين والمونتجين ديال القاطع في المغرب انه اليوم كان فتحوا حد الباب ما عفنا شواش غا نقدون سدوه من بعد ولا لا ديال السيرات اللي وحوم المجمدة اللي ممكن يضرب تنافسي هذا قرار سياد هذا قرار سياد لا كنت أسألكم أنا أنا أسألك قرار سياد أنا كنت منت تعتاد سؤال هذا كحلول تركعية لفترة مؤقتة مرحبا ولكن لأعدت بناء القاطع وكان قرار هاتي أسبوع بأنه راه تم منع دبح إينات صغار المجرات والأبقار وهذا ولكن مع الأسف البارح كان شوف الخروفة مدبوحة ومخاطئة وكيفاش دبحات منوع ولكن مدبوحة مدبوحة في المجازر مدبوحة في المجازر وكيفاش دبحات ومجزار أنا غادي نتكلم والسكاري أنا غادي نتكلم خلي ونا بش أن الخرجو بعد الحاجة اللي مهمة هو أنه ثوان بير الفين واثنين وعشرين خرج قرار ماضي فيه واحد دورية سانية فيها وزير الفلاحة ووزير داخلية لسادة العمال كي يقوم منعو فيها باش مراقبات المجازر ما يتذبحش فيها البقرة أقل مرأة بع الأسنان ديال الحاليب وكذلك صغار المشترات وما تفعلاتش هذيك المذكيرة والسامر رينا هذا سؤال عيط لهم وقل لهم علاش وما عافي عافي لما لديك مخزوص لما لديك كي يبيع كي يبيع كي يبيع كي يبيع معلق سقيطة شكرا لكم ياك كلمة أخيرة سيبيع شوف الكلمة الأخيرة الحالي ليا نعم هو مراجعة السياسة الفلاحية مع وضع أسوس المراقبة على كل مستويات وديك سعنا دروا ماذا لا أنا كان شكرا لك ما كانش النظام وهاتش اللي جاري في الحمر راكين في الخضراء وفي الفواكي وفي الحوت وفي الجال سي أحمد بيهود مستشف مركز حماية المستليق بالمغرب شكرا لك سي أبو تشيشي في كلمة أخيرة شنو الحل شنو الحل هو خصننته الله في الفلاح في الكساب مع العلم أنه عندنا تسعيف المياه الممتجي الحالي بعد أنه مقلة من العشرات دي الأبقار ولا يستفيدون من دعم على المواليد الجدد في العجلات وهذا هو اللي يجعل الصغير كجوار كجوار السير بوعزة الخراطي هو أنه الكساب الصغير علش كي بغي يبغي يلقح باللحب ماشي بالحليب لأنه الحم عنده النمو ديالو سريع بالمقارنة مع ديال الحليب فهو الدنب ديال ديال الكساب ماشي هو اللي خصو يفقر يعني في استراتيجية ديال دولة هو كي يفقر في المنتوج ديالو لأنه هو اللي مسؤول أنا خصنا نتافتو الكساب وكذلك خصنا نرجعوا لهذا القضية إعادة نظر في المؤشر لأن اللي عنده خمسة ديال نعجاته عنده بغراف البادية فهو فقير ماشي غاني باش نحن هنفرضو عليه يعني التغطية الصحية يخلصها خصنا هاداك نزيدو نعاونوه باش نحدو من الهجرة القراوية ونفكره في 140 ألف خير ريج من أفق 2030 من المعاهد الفلاحية وأين هي يعني فرص ديال الشغل ديالهم في ظل هاد الستراتيجية لوصلتنا الاستراد اللحم لحمراء شكرا لك عبدالحق بوتيشي كنت نذكر أنك رئيس الجمعية الوطنية لتقنية تربيات المواشي شكرا لكم على حضوركم معنا في حلقتنا اليوم أشكر أيضا سي أبو عزر خراطي اللي كان معنا عبر الهاتف من أقادي نعتبر عن عدم تمكننا من أخذ ضيفنا مربيع اليوم سي محمد جدري اللي كان نتمنى أنه يكون معنا وعطينا أيضا نظرة اقتصادية واجتماعية على هذا الموضوع تحيير كل فريق العمل وليد بنتمعين في الإخراج سيري ضرف الهندسة الصوتية عبدالعلي العالمي في البات وعبدالحميد بن يحية في تنسيق الإعداد وفي الختام هذا كريم حضري يحييكم أرطيب المنا وإلى المنتق اشتركوا في القناة